أكد الرئيس عبدالفتاح سيسي أن اجتماع اليوم يأتي في ظرف دولي دقيق يموج بالأزمات والتحديات المركبة ويشهد تهديدا لمصداقية النظام الدولي متعدد الأطراف وتغلب عليه النزاعات الحمائية والسياسات الأحادية أضف الرئيس سيسي أن مصر تؤمن بضرورة تكاتف الدول النامية وتعزيز التعاون جنوب جنوب كإحدى السبل المهمة لمواجهة التحديات الراهنة يأتي اجتماع اليوم في ظرف دولي دقيق يموج بالأزمات والتحديات المركبة ويشهد تهديدا لمصداقية النظام الدولي متعدد الأطراف وتغلب عليه النزاعات الحمائية والسياسات الأحادية حيث تؤمن مصر في خدم هذا التشتت بدرورة تكاتف الدول النامية وتعزيز التعاون جنوب جنوب كإحدى السبل المهمة لمواجهة التحديات الراهنة حيث كانت مصر دوما في طليعة الدول التي حرصت على تعزيز التعاون بين الدول النامية فضلا عن سعيها الدقوب لضعم المصالح وأولويات دول الجنوب في مختلف المحافل الدولية